دكتور إمام هو يمكن الكبد بعيد شوية عن الموضوع ده إنه بيتأثر بنمط الحياة وده جزء برضه من أسلوب الحياة الغلط إحنا كان عندنا أمراض كبد الفيروسات الكبدية اللي إن شاء الله تكون هتخلص قريب أو خلصتها هتخلص قريب دي كانت بتأثر بنمط الحياة عشان نال العدوى إنما مرض الكبد القادم اللي هيبقى موجود بكثرة وبيزداد في مصر هو مرض الكبد الدهني كبد الدهني وده ناتج عن نظام الحياة ونظام التغذية بيبقوا معرضين أكتر اللي عنده شكر بيبقوا معرض أكتر إنما الوزن الزايد ونظام الأكل الخاطئ هو دوت أحد أسباب أو أكبر أسباب الكبد الدهني وده مرض الكبد القادم في السنوات القادمة طيب يعني أنا أسف ممكن دلوقتي حد يبقى بيشوفنا يقول الحركة إيه أنا أساسا في حالة اقتصادية أنا معرفش تحكي فيها في اللي أنا باكله يعني ممكن يقولك ده مرض أغنية يا عم ده اللي بيأكله الحوم وبيأكله 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 بالعكس مرض الكبد الدهني ده مرض ناتج عن زيادة الوزن وزيادة الوزن مش مرتبطة بالحالة اقتصادية بالقدر المالية وزيادة الوزن للأسف في مصر بتزيد وبتزيد بزيادة مضطردة يمكن من أكتر الدول في المنطقة في الشرق الأوسط فيها زيادة سريعة في زيادة الوزن فده حيأثر على أمراض كبد خادمة يعني إحنا إن شاء الله نكون قدرنا نتخلص من فيروس سي ومشاكله وفيروس بي حجمه قل قوي في مصر إنما دهون الكبد وتليف الكبد الدهني دوت المرض الخادم اللي حيزداد